سريعاً بس مهمة قبل ما نبتدي نتكلم عن الاكتئاب إحنا محتاجين نفرق ما بين حاجتين ما بين الاكتئاب والزعل الاكتئاب مش معناه أني زعلان الاكتئاب معناه أن أنا عندي مرض ما يسمى الاكتئاب الحزن أو الشعور بالضيق أحياناً ده شعور من المشاعر والأحاسيس العادية اللي بيمر بيها كل بني أدمين فكوني حزين ده مش معناه أني مكتئب لأن الفرق ما بين المعنيين كبير زي ما هنشوف فأولاً مهم أن نحن بس نبقى مفرقين ما بين الاثنين كلمة الاكتئاب هي مرض نفسي في الأصل هو مرض عضوي اضطراب في بعض النقلات العصبية في المخ بيقدي إلى أعراض نفسية فهو الاكتئاب مرض زي بقية الأمراض لكن الحزن شعور فمهمة قوي أن نحن نفرق ما بين الاثنين طيب علشان نعرف أسباب الاكتئاب أو المسببات للاكتئاب كلمة أسباب هنا مش كلمة حقيقية احنا قلنا أنه الاكتئاب فيه اضطراب في بعض النقلات العصبية في المخ فهنا احنا ممكن نقول أنه مسببات الاكتئاب مهم أن احنا أحياناً بيكون فيه تاريخ عائلي وجود فردة أو أكتر في العائلة مصاب بمرض الاكتئاب ده يزود من فرص أن الشخص نفسه يبقى عنده اكتئاب أو وجود اضطراب كيميائي في المخ زي ما قلنا الأحداث الحياتية قد تكون بادئة لظهور أعراض الاكتئاب ما بتكونش السبب لكنها هي بتكون شرارة البداية اللي بعدها الأعراض بتاخد شكل أكثر حدة وتظهر بشكل أكثر زي أنه فقدان شخص عزيز أو أحياناً بعض الأمراض الجسدية كمان بتكون بداية لأعراض الاكتئاب زي اضطراب الهرمونات أو أنه بعض الأمراض اللي لها علاقة بالتمثيل الغذائي بتؤدي إلى ظهور أعراض الاكتئاب بشكل واضح بعض الأدوية كمان اللي ممكن تكون هي بداية أعراض الاكتئاب بسبب أحد الأدوية أو بسبب بعض العققير أو الكحول أو المخدرات ده ممكن يؤدي إلى إما أن الاكتئاب كمرض يظهر وهو ما كانش ظاهر قبل كده أو أن الأعراض تبقى ظهرة بشكل أوضح أحياناً كمان الاكتئاب بيظهر بدون أي سبب فنرجع تاني نأكد أن الاكتئاب هو مرض عضوي نتيجة اضطراب بعض النقلات العصبية في المخ وأعراضه نفسية فمهم قوي أن احنا بعد كده نكون عارفين إيه الأعراض أعراض الاكتئاب لا يشترط أنها تكون هي نفس الأعراض عند كل الأشخاص هي أعراض بتختلف من شخص آخر أهم حاجة في الأعراض دي ننتدي عشان إحنا بنتعامل مع مرض فإحنا لازم يكون عندنا آلية للتشخيص أول حاجة في التشخيص بيقول أن الأعراض لازم تكون بتستمر لمدة أسبوعين على الأقل يعني لو شخص عنده أعراض شبه أعراض الاكتئاب ولكن الأعراض دي قعدت أقل من أسبوع أقل من أسبوعين بضطر أن أستنى لحد أسبوعين علشان أكمل التشخيص بتاعي العراضين الأساسيين في الاكتئاب اللي هما بنسميها الأعراض الأساس أو الأعراض الأساسية اللي هما لازم على الأقل يكون واحد منهم موجود علشان أشخص مرض الاكتئاب العراض الأولاني هو المزاج السيء طول اليوم أو معظم فترات اليوم زي ما قلنا لمدة أسبوعين على الأقل فالعراض الأولاني وده المهم أنه يكون شخص مزاج وسيء عثر المزاج ولا يشترط أنه يكون مزاجه السيء ده ليه سبب لمدة أسبوعين على الأقل العراض التاني من الأعراض الأساس اللي هو أنه فقدان القدرة على الاستمتاع بالأنشطة اللي كان سابقا بيستمتع بيها يعني شخص مثلا بيحب يتفرج على مطشط الكورة وان دي حاجة بتبسطه مرة واحدة ما بقت مطشط الكورة ما بتبسطوش خلص مش قادر اللي بيحب المزيكة ما بقاش قادر انه يعمل ده اللي بيحب يخرج مع صحابه ما بقاش قادر انه يعمل ده وهكذا فيبقى شخص عنده انشطة العادي بتاعها انها كانت بتبسطه لكن ده توقفت عن انها تسعده في الوقت اللي فيه مرض الاكتئاب موجود او هذا العرض موجود فيبقى العراضين دول مهم ان احنا يكون عندنا عرض منهم بقية العراض بتبقى تغيير في المشاعر الطبيعية زي انه زي ما قلنا مش قادر يستمتع بالحاجات اللي كانت بتبسطه قبل كده فقدان الامل طول الوقت حاس انه ما فيش امل انه مهما حاول مش هيعرف انه الرغبة الجنسية بتقل جدا او احساس بالزنب دون سبب او بسبب بسيط انه يبقى حاسس بالزنب في معظم الوقت من غير ما يبقى عارف هو عمل ايه غلط علشان يحس بالزنب ده او انه يكون السبب اللي هو بسبب وبيحس بالزنب حاجة صغيرة جدا ثقة في نفسه طبعا بتقل جدا حماسه انه يكمل شغله او دراسته او اي حاجة من الحاجات اللي هو بيكمل بها حياته كمان بتقل بشكل كبير احيانا بيبقى فيه بكاء او شعور بالحزن بدون مبرر او سبب واضح فيبقى بجنب العراضين الاساسيين عندنا الاعراض التانية اللي هي ليها علاقة بتغيير المشاعر اللي هي مش قادر يتبسط مش حاسس بامل كبير احساس بالزنب مبالغ ثقة في نفسه اقل وي بكاء او حزن بدون سبب او مبرر عندنا كمان نوعية تانية من الاعراض اللي هي تغير في الافكار او السلوك بمعنى انه اداءه المهام اليومية زي النظافته الشخصية الدراسة العمل وهكذا يبتدي يبطأ بشكل كبير يهمل المسئوليات الاساسية او المظهر العام يبقى نازل من البيت مش مهتم مثلا على غير عدته مش مهتم انه يسرح شعره مش مهتم انه ينظم ملابسه وهكذا زاكرته تبتدي تقل شوية والتركيز كمان يقل وبيبقى فيه صعوبة في اتخاذ القرارات البسيطة زي انه مثلا امشي ولا اركب مترو مثلا اكل رز ولا مجرون حاجات صغيرة تبقى هو مش قادر ياخد فيها قرار وهكذا واحيانا بنوصل للتفكير في الموت او التفكير في الانتحار مهم عشان اشخص مرض الاكتئاب انه يكون عندي على الاقل خمس اعراض من اللي احنا قلناهم قبل دول فهنعددهم تاني بسرعة العراضين الاساسيين هم المزاج السيء طول اليوم او معظم فترات اليوم لمدة اسبوعين على الاقل فقدان القدرة على الاستمتاع بالانشطة اللي كانت ممتعة سابقا اطراب في الاكل اطراب في النوم فقدان التركيز احساس بالزنب مبرر او بدون مبرر فقدان الامل والاحساس بانه ملوش قيمة والتفكير في الموت والانتحار وقبل كده كمان اللي هي فقدان الحركة انه حركته تبطأ شوية او انه يبقى مش قادر انه يتحرك وبيتعب من اقل مجهود او من اقل مجهود زهني او مجهود بدني الاعراض الجسدية كمان من اعراض الاكتئاب زي ما قلنا اطراب النوم وفقدان الطاقة وفقدان الشهية او زيادة الوزن بشكل كبير او حاجة مهمة بيخطئ فيها كثير من الناس انه من اعراض الاكتئاب الالام الجسدية غير المبررة انه غالبا بيبقى بنت او ست بتشتكي من صداع ملوش سبب او الام في العظم ملهاش سبب وده بقى عادت على دكاترة كتير من غير ما يكون في حد يقولها انه ده ليه سبب عضوي واضح في الوقت ده بنرجع انه نشوفه كعراض من اعراض الاكتئاب او من الاعراض النفسية عموما يعني الاكتئاب مش نوع واحد الاكتئاب مجموعة يعني انواع كتيرة هنتكلم عن اهم ثلاث انواع شائعة منهم النوع الاولاني هو اسمه الاكتئاب الجسيم والتاني هو عثر المزاج والتالت الاكتئاب الموسمي الاكتئاب الجسيم النوع ده عادة بيبتدي بشكل مفاجئ جدا ممكن يكون مصحوب بفقدان عزيز او حدث حياتي كبير الحياة الوظيفية للمريض بتتضاهر بسرعة يعني شخص بيكون حياته مكملة عادي جدا بعد اسبوع او عشرة ايام بيبقى قاعد في البيت مش قادر يقوم من البيت مش قادر يروح الشغل مش قادر ينزل يروح الجامعة رافض انه يكلم الناس مهمل في نفسه بشكل كبير وهكذا ممكن يستمر الشهور لو احيانا سنين لو ما اتخذش باهتمام او ما تعالكش انه بيبقى شخص مجرد انه شخص هو قاعد في البيت مش عايز يعمل حاجة مش عايز يكلم حد مزاجه وحش معصم الوقت ولو ما كانش فيه اعراض سلوكية كبيرة زي التفكير في الموت او الانتحار او هكذا عادة الشخص نفسه او الاهل بيهملوا الاعراض وبتبقى الامور مستمرة ممكن تصل الى سنين لو ما تعالكش بشكل كبير عصر المزاج او احنا احيانا اسمه ديسايميا ده نوع من انواع الاكتئاب اللي مش كتير بياخدوا بالهم منها لانه بتبقى الاعراض فيه بسيطة شوية وبيبقى الحياة الوظيفية للمريض مكملة بشكل كبير فبمعنى انه شغله مكمل كويس دراسته مكملة كويس وهكذا لكن هو مزاجه سيء تركيزه اقل علاقاته الاجتماعية بتبقى متأثرة بسبب الحالة المزاجية بيبقى مش عايز يشوف ناس كتيرة بيبقى فقد الامل او فقد القدرة على التخطيط لمستقبله بشكل او باخر بسبب الحالة المزاجية وهكذا وعصر المزاج من التشخصات اللي بتاخد شوية وقت على بال ما تتشخص الحاجة التالتة ودي احيانا كتيرة بنشوفها في الحالة العادية بنسميه الاكتئاب الموسمي اللي هو فيه انه عند موسم معين اغلب الظن بيكون ما بين الخريف والشتاء في الاوقات اللي الشمس فيها بتكون قليلة انه بيجيله نوبات اكتئابية في الوقت ده من الفصل ده من السنة فاحنا كتير مثلا من الناس يبقى سامع عن حد انه لما يبقى الجو برد او الجو شتاء بزيادة مزاجه بيبقى سيء مش عايز يكلم حد مش عايز يخرج من البيت حياته الوظيفية بتتأثر شوية او حالة شهيرة اسمها الوينتر بلوز لو حد سمع عن التعبير بتاع الوينتر بلوز اللي هو الاكتئاب الشتاء وهكذا فاذا توافر لدينا الاعراض الكافية لتشخيص مرض الاكتئاب اللي هم خمس اعراض على الاقل لمدة اسبوعين في الوقت ده انه التقييم والعلاج المتخصص بيكون ضروري للعلاج ايا كان ايه النوع من انواع الاكتئاب سواء كان اللي هي الاكتئاب الجسيم او النوبة الاكتئابية الجسيمة سواء كان اكتئاب موسمي او عصر المزاج ايا كان ايه النوع فالعلاج بالنسبة له بيبقى حاجة مهمة جدا هنبتدي من هنا نتكلم شوية بتفاصيل اكتر لانه هنا فيه المعلومات كتيرة قوي مغلوطة وده الغرض من حملة التوعية اللي احنا بنعملها علشان نحاول نصحح شوية كتير من المفاهيم العلاج الدوائي اذا كان الشخص مريض ومشخص بمرض الاكتئاب اللي احنا اتفقنا انه مرض عضوي ذو اعراض نفسية فالعلاج الدوائي هنا بيكون احيانا كتيرة مفيد جدا وبيكون هو العلاج الاساسي ما ينفعش انه مريض ضغط مثلا او مريض سكر نقول له ما تاخدش الانسولين وانت خلي عندك شوية ارادة السكر هيروح او مريض ضغط نقول له ما تاخدش ضغط بتاعك وخليك جامد وقرب ووطت علاقتك بربنا وهكذا فالضغط هيوط اه طبعا كل الحاجات المهم lifestyle مهم مهم ان انا اشتغل على شخصيتي ومهم ان انا اقرب علاقتي بربنا وهكذا ولكن كمان مهم ان انا اتعامل مع الامراض على انها امراض الامراض العضوية على انها امراض عضوية وتعامل معاها بطريقتها فمضادات الاكتئاب عموما اذا وصفت من خلال طبيب متخصص مش من خلال صيدلي مش من خلال تجربة سابقة مش من خلال صديق مش من خلال off the counter زي ما بيقولوا يعني ان انا اروح لصيدلية واطلب احد مضادات الاكتئاب اذا وصفت مضادات الاكتئاب من خلال طبيب متخصص عادة بتكون اعراضها الجانبية قليلة جدا وبتؤدي الى نتيجة جيدة معظم مضادات الاكتئاب اللي موجودة في السوق في جرعاتها العلاجية امينة جدا يعني هي لا ادوية لا تؤدي للإدمان لا تؤدي للاعتمادية مش مال اعراضها الجانبية الكبيرة يعني مالهاش اعراض جانبية كبيرة على المستوى طويل مش هتخلي الشخص نفسه ما يقدرش يبطلها ابدا مش هتخلي الشخص ضعيف الشخصية وضعيف الاراضة علشان خد دواء علشان يقلل من اعراضه الاكتئابية وهكذا كل دي امور مهمة وانه تاني بس بنرجع نأكد انه ماينفعش تتوصف الا من خلال طبيب بنسمع اشعاعات كتيرة اشعاعات كتيرة جدا عن الادوية النفسية عموما ومضادات الاكتئاب تحديدا منها مثلا انه الشخص ده لما خد الدواء حالته سائت ده معناه انه خد دواء غلط مثلا نسمع انه من ساعة ما خد الدواء معرفش يبطله ده معناه انه تشخص غلط فخد دواء غلط يعني او انه تشخيص ومش اكتئاب في بعض الامراض النفسية اللي بناخد الدواء فيها لفترات طويلة جدا الاكتئاب مش منهم الاكتئاب بناخد الدواء من 6 اسابيع لتسع شهور يعني الفترة الاقل لست اسابيع والفترة القصوى تسع شهور من ضمن كمان الخرافات او الاشاعات اللي ليها علاقة بالدواء النفسي انه ضرروا اكتر من فايدته خالص اي طبيب في الدنيا قد ايه وفايدته قد ايه وبناء على هذه المعادلة البسيطة جدا اللي هو ده مفيد ولا مضر بيبتدي وصف الدواء فالادوية النفسية ادوية امنة جدا 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 اذا وصفت من خلال طبيب واذا وصفت بجرعاتها العلاجية طيب العلاج النفسي بقى بعد كده او جلسات العلاج النفسي دي حاجة بتكون يعني هي الخطوة الاولانية واحيانا بتكون لها نفس القيمة اللي بياخدها الدواء فيها المريض بيعود مع الطبيب او الاخصاء النفسي علشان هيعملوا مجموعة من الانشطة بتغير شوية المفاهيم والمشاعر بتاعة المريض جلسات العلاج النفسي مش اتنين بيكلموا مع بعض مش اتنين بيرغوا مع بعض مش جلسات دردشة هي لها خطة علاجية محطوطة لها طريقة ما بتؤدي الى تغيير بعض المفاهيم او تغيير بعض الافكار وبعض المشاعر عند المريض اللي بتساعده انه يبقى قادر بشكل اكبر انه يتأقلم مع اما اعراضه او مع الضغوطات الحياتية اللي حواليه او مع الظروف المحيطة اللي قدت الى انه ما يسمى التقنيات الخاصة بالتأقلم مع الظروف الحياتية المحيطة مهمة اوي سواء كان حد من الاعدين او حد من معرفه او هكذا عنده بعض الاعراض الاجتائبية انه يبحث عن المساعدة يدور عليها من خلال طبيب متخصص من خلال اخصائي نفسي وهكذا علشان يقدر انه يساعد نفسه او يساعد الشخص اللي عنده هذه الاعراض يعني مهم جدا انه نكون بندور على طبيب نفسي بعض الحاجات اللي بتحصل حوالينا دلوقتي حاجات مهمة وليها فايدة كبيرة زي المتحدثين بدوافع كبيرة او احيانا التنمية البشرية وما يشبه دي حاجات مهمة جدا وبتساعد ناس كتيرة ولكن فيما يخص المرض مهمة قوي انه نرجع لطبيب متخصص الاول وبعدين ابتدي ادور على ايه اللي هيساعدني جنب بعد مراجعة الطبيب لما الدكتور يقول انه لا احنا هنا مرد عضو مهمة او انه نفرق ما بين الضغوطات النفسية الحياتية المؤثر على مزاجي وما بين المرض اللي محتاج علاج بشكل او باخر فلما نحس ان احنا عندنا احد الاعراض احنا او حد من الرايبنا استشر الطبيب للتقييم المشورة مهمة اوي كمان ان انا ابلغ الشخص او ابلغ نفسي او اعرف ان ما سيبش الاعراض دي عندي واسكت اتكلم مع صديق او شخص مقرب في المشكلات اللي عندي او فرض مؤتمن من العيلة علشان ما بقاش لوحدي او مهمة اوي ان انا ما بقاش سايب الاعراض عندي علشان متبقاش بتزيد شوية نصايح مهمة لها علاقة بالاكتئاب وامراض نفسية تانية انه احنا نبتعد عن المخدرات والكحوليات على قد ما نقدر لانه كتير من المخدرات والكحوليات بتكون سبب في بداية الامراض النفسية او زيادة حدتها انه الحياة الصحية سواء كانت من خلال الرياضة او من خلال الطعام الصحي زي ما بيقي من كتير من الامراض الجسدية كمان هو بيقي من كتير من الامراض النفسية والكلام ان انا ما سيبش الافكار اللي مدايقاني او المشاعر اللي مدايقاني عندي مهم ان انا حركها لحد اذا كان فيها حاجة مرضية حد يبتدي ياخد باله وهكذا النوم المتوازن امر مهم جدا وانه يكون حواليا مجموعة منها من الاصدقاء والمعارف دي حاجة امان لكتير من الامراض عموما وكتير من السلوكيات كمان ومهم ان احنا يبقى عندنا اهداف منطقية قابلة للتحقيق انه ما بقاش بسلا بدور ان انا اهد جبل او ان انا اغنى واحد في العالم وهكذا وانا امكانياتي ما بتسمعش مهم ان انا كجزء من التخطيط الحياتي ان انا بقى مقايم امكانياتي بشكل جيد وحطت لها اهداف بشكل جيد عشان لا احبط فابتدي سلسلة من الضغوطات النفسية التي قد تؤدي الى احد هذه الامراض مهم كمان ان انا بلغ الشخص المكتائب شوية حاجات انه في وقت الاعراض الكبيرة ما ينفعش ناخد قرارات كبيرة ما ينفعش ناخد قرارات طويلة الامد الا في حالة الضرورة مهم جمان جدا لمريد الاكتئاب انه ما يفترضش انه ما فيش امل يبقى عارف انه لا دايما في امل وانه احساسك بفقدان الامل ده احد الاعراض وانه مع تحسن الحالة المرضية هيتحسن بشكل كبير مريد الاكتئاب كمان طول الوقت بيحس نفسه اقل من اللي حواليه فنبقى عارفين ونبلغه طول الوقت وهو يبقى عارف من الاول خالص انه احساسه انه اقل من اللي حواليه ده احد الاعراض وانه كمان هو هيتحسن مع تحسن الحالة المرضية وانه ما يبقاش متعامل مع الاحساس ده على انه امر واقع وما يحملش نفسه كمان مسئوليات اكتر من طائطها ما يبتديش يقول انا هتحسن فاروح عامل خمسين ستين حاجة من اللي فاتتني مرة واحدة لا يحط خطة بسيطة للمهام اليومية او المهام الحياتية اللي عليه ويبتدي يتحرك فيها بالتدريج وما يتجنبش زيارة الطبيب النفسي او العلاج عند الحاجة احيانا كتيرا بعض الناس او بعض المرضى بيتأخروا في زيارة الطبيب فانا كده ضعيف الارادة او انا ما عملتش المجهود الكافي ما بيني وما بين نفسي او علاقتي بربنا اقل او هكذا طبعا دي كلها حاجات مش حقيقية الطبيب النفسي زيه زي بقى الاطباء عند الاحتياج لي انا محتاج ان انا اروح له بشكل كويس طيب مهم كمان لما يكون حوالي شخص انا شاكك ان عنده احد اعراض الاكتئاب او احد اترابط الاكتئاب وعنده اعراض كافية لتشخيص الاكتئاب ان انا اتعامل معاه بشوية محازير بسيطة الحاجة الاولانية ان انا حاول تفهم موقفه وقدر اعراضه على قد ما قدر يعني ان انا حاول احط نفسي مكانه على قد ما قدر علشان اكون بساعده فعلا الحاجة كمان مهمة انه لما يكون شاكك ان الشخص عنده اكتئاب ما حاولش ادحكه يعني غالبا دي المحاولة بتفشل وهو بيحس بالضغط اكتر من انه الاشخاص اللي حاوليه بتحاول تساعده هو مش عارف قوي كمان منتقدوش ما عودش اقول له انت كئيب كده ليه انت مالك يا عم انت يعني انت بطلت تضحك انت بقدمك تقيل وهكذا او اقول له انت ايمانك ضعيف انت اردتك وحشة وهكذا يعني منتقدوش علشان كمان هو زي ما قلنا ان الاكتئاب مرض فالاعراض غصب عنه فنحاول ان احنا نبتعد عن الانتقاد على قد ما نقدر ان احنا نغير شوية التعبيرات اللي هو بيقولها بيأس الى تعبيرات فيها امل يعني الحياة دي ما فيهاش فايدة ممكن ارد عليه اقول له والله بس لطيفة احيانا بتبقى فيها اوقات حلوة يعني ان انا ما عارضش الجملة بشكل كبير ولكن اغيرها لاغير نفس الجملة الى جملة تانية فيها بعض الامل احاول اتعاطف مع مشاعر الحزن اللي هو بيحسها والغضب اللي بيظهرها احيانا مش ان انا انتقدها او ان انا احسسه ان دي مشاعر قيمتها قليلة او عظيمة القيمة مجدلوش في الاعراض مجدلوش اقول له انت بتعمل كده ليه اصلا انت اصلا ما بتنزلش الشغل علشان كسلان او انت لو يعني لازم تنزل الشغل اصل الشغل ده حاجة مهمة جدا عشان تصرف على نفسك علشان يبقى مودك كويس عشان حاجات كده لما نفضل نجادل في الاعراض بشكل كبير احيانا ده بيكون ضغط على المريض وما بيساعدوش بيسوق الحالة اكتر ما بيكون انه بيساعدو فبس احاول اوجهه مرة واحدة فاذا استجاب خير ان ما استجابش انتظر لوقت ثاني اوجه فيها لنفس العرض ماوريوش ان مشاعر الحزن والضيق مشاعر خطئة ومزهقش يعني مهمة اوي في التعامل مع الشخص اللي بيعاني من مرض الاكتئاب ان احنا يكون بلنا طويل معاه لانه الاعراض ما بتروحش في يوم وليلة فما غضبش ما يقسش من محاولاتي لمساعدته احيانا هيرفض المحاولات واحيانا هيتجهالها واحيانا هيهرب منها فمهم ان انا يكون نفسي طويل مهم جدا ان انا نصحهم بالمساعدة المتخصصة واكد لهم انه الاكتئاب مرض يكون اعراضنا الموضوع بشكل سريع وممكن جدا ان احنا نفتح باب الاسئلة والنقاش علشان نحاول نقدر نساعد بعض على قد ما نقدر اتفاضل هل اكتئاب سبب وجيني ولا لا احنا قلنا في الاول انه قد يكون من مسببات الاكتئاب انه وجود تاريخ عائلي ايجابي لمرض الاكتئاب يعني احد افراد العائلة او اكتر كان عنده الاكتئاب فبالتالي اه يعني ممكن جدا انه يكون سبب وراثي او جيني ده السببب الاولاني السبب تاني انه الاكتئاب جاب له فتاء احتمال ممكن يعني الاكتئاب هيسوق اي مرض جسدي تاني يعني الامراض الجسدية الكبيرة بتسوق من اعراض الاكتئاب والاعراض الاكتئابية في حالة وجودها فهي بتسوق من اي اعراض جسدية تانية يعني لو الشخص مثلا عنده ضغط وجاله اكتئاب الضغط هيسوق طب ولو مريض الاكتئاب جاله ضغط برضو الاكتئاب هيسوق لكن ما بيكونش سبب مباشر لا الفتاء ممكن يكون كأحد برضو قلنا من انه قد يكون الامراض الجسدية الكبيرة او العمليات الجراحية من مسببات بداية اعراض الاكتئاب فممكن يحصل الاكتئاب بسبب الفتاء لكن العكس صعب جدا حفظ الانتكاس من ايه طيب الاكتئاب مرض الانتكاس دي ممكن نستخدمها في اوصف كتيرة جدا لكن لو انت تقصد الانتكاس مثلا اكتر اكتر مصطلح انتكاس بنستخدمه في الطب النفسي هو الانتكاس الاشخاص المعتمدين على المواد المخدر او الانتكاس في الادمان يعني ان شخص كان مدمن وتوقف عن الادمان فبقى مدمن متعافي ثم انتكس دي حاجة ودي حاجة تانية خالص المتعافي ثم انتكس هو شخص كان معتمد على المواد المخدرة كان مدمن فتوقف عن المخدرات فبقى اسمه مدمن متعافي وبعدين انتكس رجع ياخد مخدرات تاني اه بس اه ده كلمة انتكاسي تفاضلي فان هو سؤال بالنسبة لو اعراض الاكتئاب تكررت مثلا في العام الواحد متوسط مثلا اربع خمس مرات ولكن في كل مرة استمرت لمدة اربع تيام بس مثلا او خمس تيام ما استمرتش لمدة سبعين هل المدة سبعين دي شرط عشان نصنفه اتئاب سؤال تاني بالنسبة ايه اللي يحصل لو المكتئب ده يعني حاول يتعالج وفشل فبعد كده تكيف مع الاعراض واعتبرها عها مستديمة وتكيف معها يعني خلاص انا مش يعني تعليكت تعليكت مش اشكال انا عايش اهو السؤال تالت اخير يمكن واحد بيقول الشوكولاتة هل فعلا الشوكولاتة لوحدة عنده اكتئاب خد الشوكولاتة يقل شوية طيب السؤال اولاني اذا كانت الاعراض اقل من اسبوعين فهل نصنف ده اكتئاب ولا لا لا ما بنصنفش ده اكتئاب مهم قوي عشان كده انا قلت في الاول خالص ان احنا مهم ان احنا نفرق ما بين كلمة حزين وكلمة مكتئب فاذا كان المزاج سيء او حزين لمدة اقل من اسبوعين فده بنعتبره شعور عادي الا لو لانه الغرض الاساسي من التعامل مع المرض النفسي طول الوقت هو حماية الشخص وحماية ما نحاوله الا لو ظهر افكار انتحارية او اعراض انتحارية في الوقت ده بنتعامل معاه من باب الحماية على انه مريد اكتئاب وياخد دواء فورا او انه احيانا في بعض الاحيان اذا كانت المحاولة الانتحارية حقيقية وقد تؤدي فعلا الى فقدان الحياة بنتطر ان احنا نخش المستشفى لبعض الوقت فده بالنسبة للسؤال الاول السؤال التاني انه اذا كان الشخص ده بيجيله نوبات الاكتئاب بشكل متكرر ومحاولات العلاجية ما نجحتش وهو تعامل مع الاعراض بتاعته على انها جزء من حياته العادية قد يكون ده كوبينج تكنيك اذا كان محافظ على ثلاث حاجات مهمة اول حاجة انه علاقته بنفسه الميكانزمات التأقلم او انه قادر يتأقلم على الحياة اللي حواليه بشكل جيد قادر يحافظ على حياته الوظيفية يعني ايه حياته الوظيفية يعني ثلاث حاجات علاقته بنفسه جيدة نوعا ما علاقته باللي حواليه مستقرة ثم دراسته او عمله كهيدين فاذا حصل ده فهو مازال مريض يبقى هكده ما تأقلمش يعني اذا دول ما حصلوش اذا ما قدرش يكون عنده حياة كتماعية اذا ما قدرش ينزل يشتغل او يدرس بشكل كويس اذا ما قدرش يحافظ على علاقة جيدة مع نفسه انه ما يبقاش قاعد هو يعني مع نفسه بيفرق ويتخانق معاها طول الوقت وحاسس بالدنية وحاس بالاحباط وحاس بالفشل واليأس وانه اقل من كل الناس وهكذا اذا التلاتة دول يعني فشل فيهم فهو مازال مريض هو كده ما تأقلمش طيب يعني اذا كان هو مريض مريض ورفض العلاج زي ما بيحصل في بعض الامراض العضوية كمان انه بيكون مريض ويرفض العلاج انه مثلا مريض ضغط فيلخبط في اكل الملح مثلا بزيادة وما يرداش ياخد الدواء بتاعه في الوقت ده مهمة قوي من المجموعة اللي حواليه او ما يسمى مجموعة الدعم الاساسية اصرته اصدقائه زي ما قلنا انه مهم يكون محاط ببعض الاصدقاء انه هما ينصحوا بمحاولة تانية للعلاج الشوكولاتة الشوكولاتة من فيها جزء من الكافيين وبتزود في المخ مادة السريوتينين اللي مضادات الاكتئاب بتزودها اصلا او مضادات الاكتئاب في الاساس بتمنع تكسيرها فهي اه بتحسن العراض الاكتئابية طبعا بس في جرعات قليلة والشوكولاتة الدكنة الشوكولاتة الغمقة مش الشوكولاتة الفتحة ومش الشوكولاتة اللي فيها لبن وكده يعني لانه كمان المواد الدهنية الزيادة قد تسيق من بعض عراض الاكتئاب فالشوكولاتة الدكنة اللي هي الشوكولاتة الغمقة بتزود شوية السريوتينين فبتحسن من بعض الاعراض الاكتئابية اه طبعا يا سلام لو هتجيبلي شوكولاتة دلوقتي انا مبسوط جدا لا بنتكلم عن الاكتئاب تفضل طيب علشان كده هنا دور الدكتور مهم قوي الاكتئاب فزعل زيادة فحاول انه يخرج من ده فخد مخدرات ولا خد مخدرات فاكتئاب ده مهم عادة اللي بيعرف ده الدكتور يعني الحياة الحياتية العادية ما بتبقاش الامور فيها سهلة قوي كده الحاجة الاولانية اكتئاب لو تعالج مشاكل المخدرات كمان هتقل بشكل كبير لكن الحاجة التانية بنسميها دول دياجنوزيس او تشخيص مزدوج انه عنده تشخيصين تشخيص مرض الادمان او مرض الاعتمادية ومرض الاكتئاب والاتنين بتعالجوا بشكل متوازي مع بعض فاقه بيتعالج يعني الادمان بيتعالج والاكتئاب بيتعالج ومعظم حالات الاكتئاب بتتعالج يعني نرجع بس للسؤال اللي فات ده انه اذا شخص حاول كذا محاولة علاجية وفشلت غالبا هو مكملش ولا محاولة علاجية احنا بتشوف ده كتير انه شخص مثلا عدى على ثمن دكاترة وكل دكتور بخطة علاجية مختلفة ويقول كلهم فشلوا ولما ندور نرى انه ما تكملش في خطة واحدة اسبوع او اسبوعين يعني فمهم ان احنا علشان نبقى قادرين نحكم على الدواء الواحد نتيجته جيدة ولا لا بنقعد ست اسابيع فما هو دون ذلك مش محاولة اصلا هي محاولة غير مكتملة قبل ما نحكم عليها بالنجاح او الفشل اتفاضل زيادة اعراض الاكتئاب ممكن تقدي للانتحار يعني قبل ما ندور على امراض نفسية تانية مهم ان احنا ندور على الحماية للشخص الاكتئاب من الامراض النفسية اللي الدرجة الشديدة منها هي مرض نفسي كبير ولكن برضو اذا جاز لنا ان احنا نتكلم اكتر يعني شوية في حالات شهيرة بنسميها او الاكتئاب والقلق المختلط انه بيبقى عنده اعراض الاكتئاب واعراض القلق الاثنين مع بعض ولكن مهم جدا ان انا اتعامل مع الاكتئاب كمرض مش بسيط لانه الافكار الانتحارية زي ما بنشوف في بعض مرضانا بتحصل في ناس ابعد ما يكونوا عن ان هما يفكروا فيها وبسرعة اسرع مما حد يتخيل يعني حتى المريض نفسه احيانا كتيرا بنسمع منه انه انا مكنش اتصور ان انا فيه مأزي نفسي انا كنت متصور ان انا بعيد جدا عن الموضوع ده ده انا علاقتي بربنا كويسة جدا لدرجة انه انا لما عملت كده تخضيت وهكذا بتحصل بسرعة وبتحصل في اشخاص مش متوقع منهم ده فمهم ان احنا ناخد الاكتئاب بالجدية الكافية يعني فالاكتئاب في حد ذاته مرض نفسي كبير انفضل انفضل اسف ان سألت كتير ما عليش سؤال ليه علاقة اكتر بالتاريخ انفضل وصف من مئات السنين بحاجة اسمها ملانكوليا يعني اللي يسمع المصطلح ده مصطلح كلمة ملانكوليا فده اول تشخيص للاكتئاب كلمة ملانكوليا نصين ملان وكوليا ملان يعني مزاج كوليا يعني اللون الاسود فهو اليونانيين القدماء خالص وصفوا مرض الاكتئاب من الحضارة اليونانية اعتقد كمان ان ابن سيناء وصفه بدون علاج وصف اعراضه بشكل واضح بشكل شبه كبير جدا الاعراض اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي ولكن من غير ما يكون انه بيتكلم على علاج واضح ليه فالاكتئاب متوصف من مئات السنين انجاز كمان ان احنا نقدر نقول الاف يعني لانه اليونانيين القدماء وصفوه بالملانكوليا من اكتر من الفين سنة زي ما حضرتك بتقول انه احيانا بيتقال ان الاكتئاب بعد عن ربنا او ضعف عقيدة او ضعف اراضة وضعف ايمان وما شابه لا الاكتئاب مرض عضوي معروف النقلات العصبية والنقلات الكيميائية في المخ اللي بتضطرب في مرض الاكتئاب وبتؤدي الى هذه الاعراض طيب طرق علاج الاكتئاب المقتنم بالمخدرات واحد نوقف مخدرات وبعدين نتفاهم وهكذا مهم قوي ان انا بوقف المواد المخدرة علشان اشوف الشخص اللي بعد ايقافها اعراضه عاملة زي دي حاجة الحاجة التانية نظرا لانه كمان مهم قوي اعادة تأهيل اي شخص كان عنده مشكلة مع تناول المخدرات او تعطيها او الاعتماد عليها ف اعادة تأهيل بتاخد وقت طويل بيكون منها جلسات علاج نفسي بيكون منها دواء بيكون منها جلسات في مجموعات علاجية كبيرة وبيتم وضع اعراض الاكتئاب والطرق التأقلم مع الاعراض دي كجزء من الخطة العلاجية في الجلسات اللي بتتعامل معايا بشكل كبير ده لكن بتبقى خطة مكتملة فيها دواء وفيها جلسات علاج نفسي وجلسات علاج جماعي ده مهم اتفاضلي فهم هل المخدرات ممكن تكون في حالة معينة بيكون منها معينين بيكون من خطة العلم والممرضي بحاجة كبيرة لقد ارتفتهم وإن كان هناك واحد بيكون من أتفاضلي وهنا بيحتاجين بصراحة نرجع الأعراض كلها قد يكون اكتئاب وقد يكون غيره الاكتئاب فيه سهولة الاستثارة لكن هل في في الاكتئاب ان انا ابقى شخص بعينه هو اللي انا برفضه صعبة شوية نادرة ممكن بس مش سهلة يعني مش شائعة ممكن ما يكونش اكتئاب وممكن يكون اكتئاب فعشان كده في بعض الاحيان بنحتاج تقييم مفصل اخذ تاريخ مرضي كامل متابعة بقية الاعراض الحياتية مهم ان احنا نبقى شايفين بقية الحياة عاملة ازاي عشان نقدر نحكم هل ده عرض مرضي اصلا او لا قد يكون بس سلوك احيانا مهم انه تشاف في اطاره مهم انه تشاف في اطاره هو سلوك ولا عرض مرضي لازم اشوف اكمل بقية الاعراض والمدة اسبوعين عشان اقدر اشخاصه بالاكتئاب مهم اشتغل على الاودي اشتغل على الاكتئاب الاول طيب بما ان انت يعني ذكرت سيرة الاتراب الوجداني سناء القطب وهو احد الحاجات اللي احنا كنا تعرضنا لها في الحملة فايه رأيك نشوف فيلم صغير خالص عن الاتراب الوجداني سناء القطب تلات دقايق نبقى عارفين هو ايه وهارجع جاوبك على سؤال ده بالتفصيل اكتر صارة صارة بنت جميلة في العشرينات من عمرها صارة بتحب باباها ومامتها واخوتها واحنينة جدا عليهم كمان هي لها انشطة خير كتيرة وبتساعد كل اللي تقدر تساعده من اللي حواليها ده غير انها كانت نجحة في درستها جدا ودلوقتي هي مهندسة كمبيوتر في شركة كبيرة جدا لو سألت مديرين صارة عليها هتسمع منهم ان صارة مكتهدة جدا وزكية جدا في شغلها وده اللي مخليهم كلهم بيحبوها صارة بتحاول تعمل كمان حاجات لطيفة لكل زميلها اللي حواليها في الشغل حاجات لطيفة وحاجات كتير قوي ده مخلي زميلها مش من صاحبينها قوي وحاسين انها غريبة صارة جمان بيجي لها اوقات بتبقى سكتة خالص مش بتتكلم مع حد ده غير انها في اوقات بتاخد اجازات مش متوقعة احيانا اسبوع اتنين واحيانا اكتر في الاجازات دي بقى حد من عائلة صارة دايما بيجي شغلها ويقول انها تعبانة محدش من اللي حوالين صارة عارف هي تعبانة عندها ايه هي مرة بس قالت مع حد من زميلها انها دخلت مستشفى بعد فترة واحد من زميلها ابتدى يقول ان عندها مرض نفسي هنا زميلها ابتدوا يخافوا من صارة اكتر ويبعدوا عنها ومحدش كان عارف هي عندها ايه ناس بيقولوا عندها اجتئاب وناس تانية بتقول ازاي اجتئاب هي اوقات بتبقى مبسوطة بسيادة لاي سبب حتى ولو كان صغير ومع الوقت ابتدى اي خلاف بينها وبن اي حد في الشغل حتى ولو كان عندها حق يتحول لانها غلطانة طبعا مش هي عندها مرض نفسي يبقى هي اللي غلطانة الحقيقة ان صارة عندها مرض نفسي فعلا صارة عندها اضطراب وبداني سناء القلب هو اللي بيتسمى باي بولر الاضطراب ده هو اضطراب نفسي فيه المريض بيعدي نوبات من ارتفاع المزاج بشكل مبالغ بنسميها نوبات الهوس ونوبات تانية اجتئابية نوبات الهوس دي بتقعد على الاقل اسبوع ولو ما تعلجتش ممكن تقعد ثلاث شهور متصلة بتكون فيها صارة مزاجها مش مرتبط باللي بيحصل حواليها مرتبكة تقدر تقول مستصارة على طول بتكون فيها صارة بتتحرك من غير سبب او او حاجة عايزة تعملها مش مركزة قوي بتتنقل من موضوع لموضوع بتتكلم كتير محدش يقدر يقطعها تفضل صحية فترات طويلة من غير ما تحس انها محتاجة تنام افكارها بتبقى كتير ومتلخبطة ولما الامور تزيد ممكن يجيله هلاوس او ضلالات في الوقت ده ممكن يخش المستشفى ده الوقت قصير يتعالج ويخرج يكمل حياته الطبيعية نوبات الاكتئاب هنتكلم عنها لما نتكلم عن مرض الاكتئاب صارة فيه زياها ناس كتير تقريبا واحد من كل ميت شخص بيكون عنده الاتراب ده والاتراب ده بيتعالج والمريض بيكمل حياته وترصده وشغله وبيته بشكل كويس صارة ما كانش لها زنب ان جالها المرض لكن انت ليك زنب لو وحسيت انها أقلق فوضح تماما انه بس يعني الاتراب الوجداني سناء القطب تحديدا انا مبسوط ان انت جبت سيرته علشان نقدر ان احنا نبقى بنعرضه بشكل مبسط يعني واضح فالاكتئاب لو بقى معانا وبات هوس بقى اسمه التراب وجداني سناء القطب لو ما بقاش معانا وبات هوس فاحنا بنسميه اكتئاب اوحادي القطب او الاكتئاب تماما زي ما احنا بنتعامل معه دلوقتي هل ممكن امراض نفسية تانية تيجي مع الاكتئاب قامض من زي ممكن زي مثلا الادمان زي ما كنا بنتكلم او الاكتئاب والقلق المختلط وهكذا او بعض الامراض النفسية زي اطرابات الاحدى اطرابات الاكلة او اطرابات التحكم في الاندفاعية وما شابه في الوقت ده بنعمل حاجة اسمها هيراركية التشخيص بشوف انهي تشخيص اعلى انهي تشخيص بيؤدي ضرر اكبر للمريض انهي تشخيص بيؤدي الى مشاكل في حماية المريض لنفسه او للحواليه الاكبر بالحد الاكبر وابتدي في علاجه الاول وما بخفلش التشخيص التاني يعني ده في حالة انه يبقى عندنا تشخيصين وحيانا اكتر كمان طيب الفصام هو احد الامراض النفسية الشديدة جدا اللي قد تؤدي الى بعض المشكلات العقلية كمان فمريض الفصام اه ممكن يبقى معايا بعض الاعراض الاكتئابية ولكن في التعامل مع الفصام نظرا عشان تاني الحماية وعلشان انه نحمي المريض من نفسه او نحمي الحواليه كمان فدي حاجة مهمة في الفصام بياخد الدرجة الاعلى في التعامل يعني هو اللي بنعالجه الاول الاكتئاب بيصيب معظم مجموعات البشر بشكل متساوي يعني مفيش فئة ما من الناس بيجي لهم الاكتئاب اكتر من غيرهم وان كان بيميل الى انه يبقى في الاناس اكتر من الزكور ولكن الفرق مش كبير جدا ومفيش مجموعة ما او جنسية ما او عرق ما بيجي لهم الاكتئاب اكتر من غيرهم فيه اي اسئلة تانية تفضلي فان موسيقى 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 طيب بالنسبة للسؤال الاولاني هل ما يتعرض لي المصريين من 2011 لحد الوقت زود الامراضية النفسية حقيقة الامر لا مزودهاش هو زود ضغوط زود ضغوط النفسية بقينا مضغوطين اكتر لكن ده ما بيقديش الى انه شخص ما كانش عنده اطراب فبقى عنده اطراب يعني في الاخر النسب والابحاث بتقول انه الاضطرابات النفسية العادية زي الاكتئاب زي القلق زي الفصام زي اطرابات الاكل زي اطرابات الاطفال وهكذا ما زالت في نفس النسب زينا زي النسب العالمية كمان يعني مصر مش اعلى او اقل من العالم في ما يخص الاضطرابات النفسية عندنا نفس تقريبا بدون فروقات كبيرة يعني ما عندنا نفس النسب في الامراض النفسية ولكن الضغوط بتزيد طب نعرف منين ان الضغوط دي قدت الى مرض نفسي او لا من الحياة الوظيفية يعني ايه حياة وظيفية يعني علاقتي بنفسي علاقتي بالناس الشغلة او الدراسة ثلاث محاور اساسيين اذا اضطرب احدهم لدرجة الخلل بقاينة في مرض نفسي علاقتي بنفسي علاقتي بالناس الشغلة او الدراسة السؤال التاني كان انه اذا كان شخص بياخد دواء اكتر من 9 شهور احتمال ممكن يكون جالها اكتر من نوبة من نوبات الاكتئاب يعني حتى مع الدواء او كان عندها تشخيص تاني محتاج انه دواء الوقت اطول ومدام بتتابع مع طبيب فدي حاجة امان ففي بعض الاحيان بناخد دواء الفترات اطول لكن مهم ان احنا نبقى بنتابع انه ما حصلش تعود من المريض نفسه على الدواء او ان المريض نفسه اللي مش عايز يوقف الدواء بعد ما الاعراض بتروح وهكذا لكن الاستمرار على الدواء من عدمه واذا كان في وجود متابعة من طبيب وامان فده شيء جيد مهم كمان دكتور رحمة زميلة بفكرنا انه ان شاء الله باذن الله احنا هنكون موجودين كالامانة العامة للصحة النفسية في معرض الكتاب في صرايا الف في الفترة من 27 يناير لعشرة فبراير وان شاء الله باذن الله هنكون قادرين ان احنا نوفر خدمة الاستشارات النفسية المجانية لكل رواد معرض الكتاب في الوقت ده فان شاء الله باذن الله في الفترة دي هنكون موجودين في صرايا الف في معرض الكتاب من 27 يناير لعشرة فبراير مهم كمان ان احنا نتابع يعني للعايز يسأل على الاماكن العلاجية التابعة للامانة العامة للصحة النفسية او الخدمات اللي بتقدمها الامانة العامة للصحة النفسية احنا ابتدينا خدمة الخط الساخن للاستفسارات والشكاوى من الخدمات المقدمة من الامانة العامة للصحة النفسية الرقم لو حد محتاجه 0800 38 0700 0800 38 0700 والمواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك او يوتيوب تشانل عليها الافلام او الموقع الخاص بالامانة mentalhealth.com زائد الخط الساخن هتلاقوه كمان موجود في الفلايرز اللي مع حضراتكم علشان تقدروا ترجعوا لها في اي وقت اذا كنا محتاجين نرجع لبعض المعلومات الخاصة بحملة التوعية وهكذا فهنفكركم بس في معرض الكتاب تاني من 27 يناير ل 10 فبراير في صرايا الف هنكون في انتظاركم ان شاء الله بإذن الله وهنقدر ان احنا ان شاء الله نكون بنساعد انه اي استشارات نفسية رواد المعرض محتاجينها هنكون موجودين ونقدر نوفرها ان شاء الله لو حد عنده اسئلة تانية فيما يخص ندوة نعرض طيب البانيك ديس أوردر او الطراب الهلع هو احد الطرابات القلق فكون ان ادوية الاكتئاب تسببه ده امر صعب جدا لان ادوية الاكتئاب بتعالجه في حقيقة الامر يعني كتير من العلاجات المستخدمة في البانيك ديس أوردر هي مضادات اكتئاب اه مش لوحدها ولكن طيب اللي حضرتك بتقوله هو يعني احد الادوية من عيلة دوائية اسمها بنزو دايزيبينز البنزو دايزيبينز مش مستخدمة في الطرابات القلق بشكل اساسي ولا خط اول ولا خط تاني في العلاج ولكن هي شائعة في الاستخدام هي جدول في مصر من الادوية اللي بتؤدي للاعتمادية من الادوية اللي بتزيد من اعراض القلق عند التوقف عنها او مع استخدامها لفترات طويلة فهي مش من عيلة الادوية المحببة ولكن الناس بتستخدمها احيانا شبه استخدام المخدرات فمهمة قوي عشان كده مهم ان احنا نبقى بنرجع الطبيب يعني في العيلة الدوائية بتاعت البنزو دايزيبينز اللي منهم ادوية شبه الزلام والزانكس والالبراكس الالبراكس وما شابه دي ادوية في مصر تخضع تحت البند الجدول تاني يعني لا تصرف الا بوصفة طبية وتعامل معاملة المخدرات واضرارها احوالات كتيرة اذا وصفت من غير طبيب بتبقى اكتر كتير من فايدتها بتؤدي فايدة مؤقتة في وقت ما باخدها لكن اضرارها بعد كده بتكون اكتر كتير توقف عنها مش بسهولة واحيانا بيزيد الاعراض اكتر من بداية سبب اخذ الدواء في بعض الاحيان الاكتئاب يسبب البانيك ديس اوردر لا بس الاكتئاب والبانيك ديس اوردر يجوا مع بعض اه مين يسبق التاني ممكن الاكتئاب يسبق البانيك ديس اوردر فنبقى كما لو انه كان مسبب لكن ما بيبقاش مسبب بيبقى اسمها امراضية مصاحبة بمعنى ان المراضين جم والمراضين موجودين لكن واحد سبق التاني اشتفى الضريفة اشتفى الضريفة طيب الاضطراب في الشهية هو احد الاعراض الاكتئابية الكبيرة يعني احد الاعراض الواضحة للاكتئاب فمهم ان احنا نشوف بقية اعراض الاكتئاب هل هو هل احنا عندنا اكتئاب فعلا ولا عندنا احد اضطرابات الاكل لانه في جزء مهم في الطب النفسي اسمه اضطرابات الاكل اللي منه مثلا حاجة شهيرة اسمها احنا شفناها كتير عشرات المرات انه لما بنعالج الاكتئاب الشهية بترجع الوضعها العادي فنقدر ان احنا بعد كده من خلال خط التغذية ان احنا نرجع الوزننا العادي سواء بالزيادة او بالنقص لكن مهمة قوي ان انا ابقى بتعامل وبصحح العامل اللي ادى الى زيادة او نقص الوزن اللي هو في الحالة دي بتبقى مرض الاكتئاب تشتفضل يا فن ده شيء طبيعي تماما وليه علاقة بقدرات البني ادمين وقدراتهم على التكيف مع الظروف اللي حواليهم امتى نقول ان ده مرض لو ده ادى الى خلل وظيفة مش بس ان الوظيفة قلت شوية لان الظروف اتغيرت انه الوظائف البشرية تتأثر بالظروف المحيطة دي امر طبيعي جدا بيحصل لكل بني ادمين ولا يقلل تماما من اشتركوا في القناة مهم اول حاجة اعملها انه يقايم الواقع فعلا هل هي الظروف المتغيرة دي هتأثر على اداءه ولا لا فدي الحاجة الاولانية فاذا كانت اه بتأثر على اداءه اداءه تأثر فاول حاجة اعملها يسامح نفسه انا مش محتاج ان انا اقصو على نفسي بزيادة علشان انا اداء يتغير نظرا لان الظروف اتغيرت بعد ما اعمل كده ابتدي احط خطة لان ارجع على اداءه العادي في نفس الظروف الصعبة واخد وقت ما على بال ما الخطة دي في الاخر توصل انها تتنفذ يعني بناخد خطوات شوية اقرب لخطوات الدرجة بسيطة من العلاج النفسي يعني درجة ابسط شوية من العلاج النفسي ان احنا بنسميها علاج سلوكي ان احنا نبقى بنشوف السلوكيات في الظروف العادية ايه والسلوكيات في الظروف الضغطة ايه ونبتدي نحاول ان احنا نرجع لنفس السلوكيات اللي كنا بنعملها في الظروف العادية رغم وجود الظروف الضغطة هل حسناً؟ انخفض. وانا عارف انه هينخفض لحد ما يوصل لحد معين. فابتدي وانا في اول انخفاض احاول اوقف نفسي عن الانخفاض ده علشان اه ما اخسرش كتير. فآه طبعا ده 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 احد علامات الصحة النفسية مش العكس. بيبقى من مجموعات الدعم اللي حواليه يعني يعني من الاصدقاء من العيلة من الشخص الاشخاص المقربين لي وهكذا. في حالة عدم توفر ده ممكن يكون المعالج النفسي او اللايف كوتش او الكاونسلور او طبيب النفسي ممكن يكون بيساعد في ده. ولكن هنا احنا مش في مرض فمش محتاجين دواء. هم. هو ده بالزبط اللي حضرين كنت بتكلمين فيه شبهه في النقطة اللي فاتت. انه الشخص مدرك انه رايح لظروف ضغطة. فيبقى بيجهز نفسه بتقنيات تأقلم اقوى شوية. عشان الظروف الضغطة دي يبقى هو بيحافظ على نفس اداءه في وجوده. ده ممكن جدا وفيه يعني اشياء كتيرة تقدر تساعد في ده. زي العلاج المعرفي السلوكي زي احيانا المجموعات الدعم. زي يعني فيه اشياء كتيرة تقدر تساعد في المنطقة اللي حضركم بتتكلمي فيها. وهي ليها علاقة زي ما بقول لحضراتك. اذا الشخص قدر يعمل ده فدي الصحة النفسية مش المرض النفسي حتى لو فيه ضغط. منظراتك؟ طيب يعني اللي حضراتك بتقول وإيه اللي قدر نعمله علشان نقي من مرض الاكتئاب. الحاجة الاولانية ان انا هجاوب على سؤالين مع بعض في وقت واحد. اللي حضرتك بتوصفه هو شبه شوية اللي الاستاذة كانت بتوصفه من شوية هو عوامل ضغطة. لا يشترط انها تؤدي للاكتئاب. ممكن تؤدي الى الحزن للخوف شوية. للتفكير في المستقبل زيادة. لعصرة المزاج. ان انا مزاجي مش مش قادري بقى كويس من كتر اللي بسمعه حواليا. لكن ده مش معناه الاكتئاب. الاكتئاب معناه خمس اعراض على الاقل لمدة اسبوعين متصلين. يعني علشان نبقى قادرين ان احنا نفرق ما بين المرض والشعور. طيب ازاي حسن الاثنين? امت ازاي اقيم من المرض وكمان اقيم من الشعور? اكل كويس? انام كويس? ابقى عارف قادر استحمل ايه وما استحملش ايه من الضغوط اللي حواليا. مسلا ازا انا عارف انه قنوات الاخبار هتضايقني. بزيادة. فانا هدي لنفسي بالكتير نص ساعة في اليوم. خلصوا خلص الجرعة بتاعتي من الاخبار في اليوم ده. لكن ما بقاش عارف انها هتضايقني واقعد معاها ست سبع ساعات متصلين. هبقى بتماهى معاها. هبقى كأني بقلدها بعد شوية. كأني انا وهم حاجة واحدة. فده يبقى ضغط علي بالزيادة وهكذا. فمهم قوي ان انا يعني الحاجتين البوساط جدا. اللي فعلا اوقات كتيرة هم دول اول حاجتين احنا بنعملهم علشان نأمن مرضانا. ياكلوا كويس ويناموا كويس. والنوم. النوم مهم جدا 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 جدا. يعني. والله لأ طبعا النوم الطبيعي اه فضل النوم الطبيعي. فاذا ما نمش بشكل طبيعي نحاول انه ينام بشكل طبيعي. يعني دايما طول الوقت بنقول انه ظبط النوم بظبط صحيان. لو انت هتصحى في معات ثابت بعد شوية هتلاقي نفسك بتنام في معات ثابت. مهما كان النوم متلخبط. فاذا ده حصل والامور مشت بشكل كويس. فمشت بشكل كويس. لكن اذا كان شخص عنده اضطرابات النوم قوية جدا. وانه فعلا مش قادر ينام. مهم انه ينام حتى لو بدواع علشان نقدر نحافظ على اه الاداء الوظيفي زي ما احنا بنقول لانه هو ده المعيار الاهم فيما يخص الامراض للاضطرابات النفسية. ان احنا ناخد فيتامينات كويسة. ان احنا ناكل خضر وفاكهة طازة بشكل متواصل. ان انا امن ان انا باخد بروتينات وكربوهايدريتس ودهون بشكل متوازن وبشكل كافي طول اليوم. ان انا اكل مكلش دهون كتير. مكلش وجبات كتيرة في اليوم الواحد. مرهقش جسمي يعني وهكذا. حاجات كتيرة جدا. الحياة الصحية العادية بدون مفيش يعني مفيش نوع اكل بعينه لما اخده ما يجيليش اكتئاب. الشوكولاتة تحديدا علشان بتزاود السيروتونين ده حي يعني تمام. وكل الحاجات دي. عشان كده مثلا نلاقي اشخاص معتمدين شوية على القهوة. لنفس السبب. وهكذا. لكن لكن ما بتبقاش الفروقات قوية قوي بالشكل اللي حضرتك متخيله. يعني ما تبقاش الفروقات هنتخلي شخص كان هيجيلك اكتئاب. فلما خد شوكولاتة وقهوة وموز وكده ما جالوش. لا. بتبقى مجرد فروقات مزاجية في الاشخاص العادية. مش في الاشخاص اللي عندهم مرض ومحتاجين علاج. اتفاضل. اتفاضل. طيب. هو مرض عضوي ذو اعراض نفسية. طيب. ضعف في الموصلات العصابية فين؟ في المخ. المخ مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الحالة المزاجية. حضرتك هايل. تمام. كويس جدا. فيبقى بالتالي بيؤدي الى اعراض نفسية. عصرة مزاج. قلة نوم. احساس بالزن. بتفكير في الموت والانتحار. لان ده وظيفة العضو اللي فيه مشكلة. لما يبقى عندي مشكلة في المعدة هيجيلي عصر هضم. صح؟ لما هيبقى عندي مشكلة في بعض المناطق في المخ هيجيلي مزاج سيء. هيجيلي احساس بالزنب. هيجيلي تفكير في الانتحار. مؤخرا في ابحاث كتيرة قوي بتقول ان العلاج المعرفي السلوكي بيؤدي الى تغييرات كيميائية في المخ شبه الدواء. يعني بالمغناطيسي الوظيفي وبعض القياسات الكيميائية للمخ لقوا انه الاشخاص اللي خدوا كورس جيد من العلاج المعرفي السلوكي حصل لهم تغييرات كيميائية في المخ شبه الدواء. هما مش شبه بعض خالص. فالفصام والزهان احيانا متراضفات. فما فيش حاجة اسمها الفصام الزهاني. الزهان هي عيلة من المرض منها من الامراض الكبيرة منها الفصام. فالفصام هو احد الاضطرابات الزهانية. تمام? والفصام هو الاسكيزوفريني. هو شخص عنده هلاوس وضللات في الاساس. الهوس هو زي ما كنا بنتكلم بالزبط في الفيديو اللي احنا شفناه من شوية في الاضطرابي الوجداني سناي القد. هو شخص في نوبة هواسية يعني عنده افكار كتيرة جدا مش قادر يسيطر عليها ومش قادر يسيطر على حركته وافكاره يصرف كتير يتحرك كتير ما ينامش خالص. ما يحسش بالتعب. بيبقى سهل الاستثارة سهل العصبية. يأكل كتير ممكن ياخد مخدرات او كحليات في الوقت دا وهكذا. تفضل. حضرتك انصاحه يروح لدكتور بس يعني. تفضل فن. طيب منين عرفنا ان ما عندهوش ضعف المادة الدوبامين. الدوبامين ما فيه ملوش تحليل بيتقاس. احنا بنعرف احنا يعني عرفنا ده من خلال الابحاث. فلما بيكون عندنا الاعراض وصلة بشكل كافي. بنقدر ان احنا نبقى عارفين انه ده حاصل بسبب نتيجة كذا. كلمة فيسيولوجيا تمام بما انه ملوش تحليل. ملوش اشعة نعملها. فبتبان من اعراضه. بمعنى مثلا اذا الشخص عينه صفرت وشفيفه صفرت وايده بقت صفرة فاحنا بقى عارفين خلاص ان البليروبين في جسمه عالي. بمجرد النظر. فهي حاجة شبه كده. لكن اللي حضرتك بتقوله يعني صعب جدا. صعب ان شخص يبقى على مستوى النقلات العصبية في المخ. الامور كلها كويسة ومع ذلك عنده عارض اكتئبية. ما ينفعش. كل الادوية اللي في العالم ليها عارض جانبية وليها تفاعلات مع بعض الادوية التانية. وعشان كده الدكتور مهم. واختيار انهي نوع من انواع مضادات الاكتئاب مهم. مفيش بحث بيقول كده ومفيش بحث بينفيه. يعني 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 مفيش بحث بحث واضح. واضح بيقول ان ده بيحصل. فهي مطروكة لتقدير الشخص وحمايته لنفسه. هو مرتاح والموبايل جنبه مرتاح. مش مرتاح مع الموبايل جنبه. خلاص. لكن مفيش حاجة بتؤكد او تنفي العلاقة ما بين الجهاز العصبي والموبايل والكمبيوتر وما شابه. طيب مش انت مرتاح مع البحث ده؟ طيب يعني زي ما بيقولك مفيش بحث مؤكد وإلى كانت منظمة الصحة العالمية طلعت بيه بيان فور. يعني مفيش بحث مؤكد ان ده حصل. مفيش بحث مؤكد بيقول ان ده مش حاصل. فكل شخص ويه قناعاته. اوكي. بجانب الادوية بجانب الادوية لازم الاول فعلا يتابع مع طبيب بشكل جيد اعراضه بشكل متواصل بالذات لان نوبات الفزع او نوبات الهلع بتبقى من الحاجات الضغطة جدا على المريض فمهم انه يبقى قادر انه يتكلم فيها والعلاج المعرفي السلوكي بيجيب فيها نتائج جهيلة تقريبا في معظم الحالات بتتحسن بشكل كبير قوي تفاضلي فن ده كلام برا الطب مالوش علاقة بالطب الطب ليه علاقة بيه اعراض تشخيص علاج ومتابعة علاج فاللي حدريك بتقوله ممكن علم الاجتماع هو اللي يجاوه مثلا او هكذا يعني اكتر تفاضل فن لا طبعا الاكتئاب مش مرض معدي ولكن في العيلة الوحدة بيبقى فيه قابلية للمرض يعني اذا كان فيه شخص مريض بالاكتئاب جوه عيلة فالعيلة دي عندها قابلية او استعداد جيني او استعداد وراسي للمرض فممكن التأثر العاطفي باحد افراد العيلة اللي عنده الاكتئاب يكون هو العنصر الحياتي الضغط اللي يخلي الشخص تاني من نفس العيلة تظهر عليه نفس الاعراض فهل هو مرض معدي بمعنى كلمة فيه نقل للعدوى ومشابه لا نقل الحال المزاجية ده بيحصل في التفاعلات العادية ما بين البني ادمين وبعضهم بمعنى انه لو واحد صاحبك مبسوط فهتتبسط له لو واحد صاحبك زعلان هتزعله لكن واحد صاحبك مكتئب فتكتئب معاه لا على مستوى المرض لا لا الاكتئاب مرض عضوي زوء اعراض نفسية مرض عضوي زوء امراض نفسية وعقلية مرض عضوي مرض عضوي نحن نستألك أمدى مرض عضوي هل أنت مرض عضوي هل أنت مرض عضوي نحن نستئلين حالا جدا يعني ده من الامراض اللي ممكن الشخص نفسه يطلب المساعدة بعد 3-4 سنين من بداية المرض لانه بيبقى المزاج سيء وعنده اعراض كافية لكن الحياة مكملة الحياة الوظيفية بالذات في الشغل والدراسة بس مكملة لكن الحياة الاجتماعية وعلاقته بنفسه بتبقى سائت لا ده كتير يا فندم الاكتئاب بيصيب من 4-6% بس من البنية دمين و4 من 6% بس في مصر اللي عندهم اكتئاب في اللحظة دي من 4-6% من 4-6% يعني الباقي ما عندهش اكتئاب الباقي ممكن يكون زعلان مثلا متضايق يعني مضغوط كده يعني شخص مثلا اهلاوي فالاهل يخسر فيبقى زعلان الليلة دي اقول ان عنده اكتئاب لا خالص لو قعد اسبوعين ابتد افكر طيب وإحنا بنتكلم على من 4-6% الرقم ده لو احنا بصينا على مستوى الشخص واحد عدى به نوبة اكتئابية في حياته ولا لا بتوصل لي 14-15% يعني 14-15% من البنية ادمين عدى عليهم نوبة اكتئابية واحدة في حياته لكن لما احنا بنبص بالعرض اللي هو كل بني ادمين اللي موجودين دلوقتي فبنبقى من 4-6% بس منهم اللي بيبقى عندهم اكتئاب فاللي حضريك بتقوله صحيح كتير من الناس بتعدي بتجربة اكتئابية واحدة مثلا او اكتر في حياته صحيح احنا لسه قالين حالا عكس ده ان الاكتئاب مرض عضوي مرض عضوي مش بسبب نقص الثقافة ولا بسبب نقص الدين ده مهم جدا علشان ما نبقاش بنوصم المريض انه نقص ثقافة ونقص دين هو مريض غصب عنه تماما فضل الفن دين ايه فن حضريك بتسأل سؤال سؤال فني غالبا انا ما عرفوش يعني احنا ما بنوصفش طيب اللي حضريك يعني انا ما عنديش اجابة دلوقتي حالا دين كافلن الفنكشن بتاعتها ايه لانه حضريك بتسأل سؤال تشريحي مهمة قوي في واحنا بنتكلم عن وظائف المخ ان احنا نبقى قادرين نربط ما بين المناطق المختلفة للمخ ببعض وان الوظيفة الوحدة عادة ليها اربع او خمس اماكن مختلفة بيتشتغلوا مع بعض بشكل متناغب فالحضريك بتقوله سؤال تشريحي للأسف مش سؤال وظيفي مش كل المناطق في المخ معروف وظيفتها بالزبط احيانا بعض المناطق بتبقى تجميعة ل بما ان حضريك بتسأل سؤال متخص شوية فبتبقى بس مجرد انها شبه حزمة الاسلاك بس فوظيفتها ايه؟ وظيفتها كل وظيفة المخ المخ كعضو واحد مهم ان انا ما عدش اقعد ادور بالتفاصيل كبيرة جدا على كل مكان وظيفته ايه؟ كل مكان وظيفته ايه؟ ده بيبقى معروف للفهم والتخيل وليس ليه الحياة العملية ده جزء مهم اه طبعا النصف الايمن والنصف الايصر في بعض الوظيف مشتركة وبعض الوظيف غير مشتركة او ما يسمى به النص الابداعي والنص العملي وما شابه بس دي كلها مازالت في الاطار البحسي وفي الاطار الفلسفي اكتر منها في الاطار استخدام العادي للحياة العادية الغرض من ندويتنا النهاردة ان احنا نبقى قادرين نوصل رسالة مهمة جدا ان الامراض النفسية امراض عضوية ذات اعراض نفسية ان المريض مش زنبه انه مريض ومهم جدا ان المريض يبقى بيحظى بقدر كافي وقدر جيد من الوعي المجتمعي ومن التعاطي المجتمعي اللي مشاكله من غير ما يحس انه موصوم من غير ما يحس انه اقل من اللي حواليه ولا اللي المجتمع يحسسه بدا ده الاهم ولهذا الحملة كلها موجودة يعني ده برضو ملوش علاقة بالطب الشعر الترابو جداني ده امر ما اعتقدش ما اعتقدش يعني والعهدة على الطبيب اللي قالها لكن ما اعتقدش كده خالص يعني مجموعة من زميلنا الاطباء شعراء وعندهم دووين مطبوعة يعني اذكر بالخير مثلا زميلنا دكتور ابراهيم السيد فهل نقدر نقول ان دكتور ابراهيم مثلا عنده ترابو جداني اشك جدا دكتور ابراهيم شخص يعني ما اعتقدش انه عنده ترابو جداني مثلا يعني هو طبيب نفسي وعنده ديوانجي اه يعني ممكن يكون المعنى مجازي فعلا وممكن يكون انه انه الشعر بيحتاج حالات عطفية ما علشان يقدر انه الشعر يصيغ هذه الحالة في صورة ابيات لكن ده مش معناه مرض هناخد سؤال اخير علشان الوقت بعد اسنوك طيب هجاوب على حضرتك لان ده سؤال مهم بس هنشوف حد ما سألش علشان يبقى السؤال اخير حد ما سألش تفضل فان السن الوزن الحالة المرضية لو عنده امراض تانية قبل كده الادوية اللي خدها قبل كده التاريخ العائلي حد فعلته كان بياخد دواء قبل كده يعني حاجات كتيرة قوي بتخلي الدكتور يختار الدواء على اساسها طيب ده استخدام بنسميه يعني استخدام ممكن اما عشان نقوم او علشان يحسن من عمل بعض مدلطات الكتاب ولكنه استخدام مش يعني لا يمكن وصفه عموما بالغير جيد هل في دكاترة نفسيين في مصر مبدعين او في دكاترة نفسيين في مصر مبدعين جدا يعني الحمد لله زملنا دكتور عادل العجواني في الامانة العامة للصحة النفسية عنده رواية مشهورة اسمها الحفرة لو حد يسمع عنها دكتورة باسمة عبدالعزيز عندها مجموعة من الكتب او في القضوة عاملين متفاوتين عالميا يعني ما احنا في عندينه مشكلة خطوية التعليم دوت مباركتة المفروضة يقدر يعمل بحث بتعليم الكتاب المباركتة مباركتة ومال التربويين يعملوا ايه لا اقول الساتك على حاجة وانا اقول الساتك على حاجة يعني معلش يعني انت دخلت علمي نفس وانت كنت في البيضائية كنت بحب اللغة وانت بحب اللغة اشوك بحب اللغة معلش بحب اللغة معلش انا؟ انا دخلت طب فانا كنت بحب كل مواد انا خطوة ماليش يعني فى المشكلة مثل فى المشكلة جاي عن طريق العالمات وانا ممكن تش تتعلمها وتشتغل بيها بحب اللغة انا يهمني جدا ان انا بحب دلوقتي الطب النفسي فده بالنسبة لنا امان وده المهم دلوقتي فخلينا نركز فى اللي دلوقتي اللي دلوقتي اللي احنا عايزين نقوله ان شاء الله بإذن الله انه يا جماعة إحنا موجودين في معرض الكتاب بنفكركم تاني في الفترة من 27 يناير إلى 10 فبراير في سرايا ألف موجودين طول وقت المعرض لو تشرفونا في أي وقت هنكون موجودين هناك وإن شاء الله بإذن الله هنقدر نجاوب على كل أسجلتكم هناك ويا رب ما نكونش كنا ضيوف تؤال عليكم شكرا